مساء الخير عزقنا المشاهدين و أهلاً و سهلاً بكم في برنامجنا و حلقة جديدة من برنامجكم حقق حلمك معنا على قناة الصحة والجمال الفضائية برنامجنا برنامج متميز و مختلف بنحاول دايماً نناقش فيه المواضيع اللي بتأثر بشكل عام في المجتمع و بتأثر في متابعين البرنامج بشكل خاص فكرنا كتير إحنا و فريق الإعداد الحلقة دي ترى هنناقش إيه المواضيع إيه المواضيع اللي ممكن نناقشها النهاردة لقينا إن الحالة الاقتصادية و الوضع الاقتصادي للبلد هي من النقطة الأساسية اللي بتأثر في المواطن بشكل مباشر وريد يكون التأثير ده في الوقت الحالي كمان ممكن يكون على المدى البعيد عشان كده قلنا علشان نقدر نتكلم في الموضوع ده لازم يكون معانا متخصص يناقش معانا الموضوع ده و يفدنا بمعلوماته و يوضح لنا الرؤية الاقتصادية و الوضع الاقتصادي للبلد و كمان يكلمنا عن المشروعات التنموية الكبرى في مصر و أثرها في الاقتصاد المحلي و الدولي معانا و معاكم دي في البرنامج المستشار رد عبد العليم الحبشي مستشار العلاقات الدبلوماسية في المجلس الاقتصادي القومي التابع لجامعة الدول العربية أهلا بحضرتك نورتنا النهار ده في برنامج هنطلع فاصل وبعد كده نتنطش في برنامج أهلا بحضرتك نطلع فاصل جاء نالكم تاني وأهلا بيك مرة تانية معالي المستشار زي حضرتك أهلا بحضرتك إحنا فين اقتصادية؟ إحنا في الجزء كويس؟ ولا نقدر نقول إن إحنا في الجزء السيئي؟ إحنا نقدر نقول كلمتين بساط جداً إحنا إن شاء الله في فترة اقتصادية متوسعة وعندنا توسع في المشروعات بتاعتنا إحنا كمان سنتين أو أقل هنبقى نمر من النمور وأقوى من النمور اللي سبعتنا كلنا منتمنى زيلك بس إيه هي المؤشرات اللي خلتك تقول كده؟ أقول لحضرتك لما جاء سيد رئيس عبدالفتاح السيسي وأخذ على عاتقه البلد واستلمها وكان عايز لأنه هو عاش مرحلة كل المواطنين من غلى من عوزة من كذا فهو كعسكري عاش كل المواقع دي فأخذ على عاتقه إن هو يطلع بالبلد دي يطلع بيها مش ينهض لأ يطلع بيها لأنه ينهض ده يقوم براحته لكن ده عايز يطلع بيها ياخدها ويطلع فده فعلا اللي حاصل لما جاء توجه لي العشوائيات وما كانش حد متوقع المشروع الكبير اللي هو عمله اللي هو مشروع الأسمرات لأنه ده برضو ده مشروع تنموي عقاري لما جاء يعمل الطرق هو عمل الطرق مش كده هو عمل الطرق علشان خاطر تخدم على المشروعات التنموية اللي هو عايز يعملها لبلده مصر إيه هي المشروعات التنموية الكبرى اللي تمت في مصر؟ هنبدأ واحدة واحدة أولا المشروعات التنموية اللي بدأت في مصر إحنا هنخلي المشروع آخر مشروع هنتكلم فيه على استفادة ولكن هنبص ده بقية على كفر الشيخ كفر الشيخ كان كل اللي بيفكر فيها ياما يفكر فيه أنه هو يروح هجرة غير شرعية ياما يفكر أنه هو يروح يصطد سمك ياما يروح أنه هو يصيف في بلطي لكن دلوقتي لما جاء السيد الرئيس عبدالتح السيسي بص لحاجات معينة فيه عندنا حاجة فيه ناس كتير جدا مش عارفها حاجة اسمها الرملة السوداء الرملة السوداء دي بتخرج واحد واربعين عنصر الواحد واربعين عنصر دول بينتجوا واحد واربعين منتج منهم هيكل السيارات منهم المفعلات النووية يعني ما خلاش يعني حط عينه على مشروعات تقدر تنهت بالبلد دي بسرعة وبدينا في المشروعات دي نعم بدينا وعملنا عشان خاطر عمل مشروع تاني اللي هي محطة البرولوس العملاقة للكهربا عمل محطة مخصوص عشان خاطر تخدم على المشروع ده وعمل مشروع للستزراع السمكي يعني ما خلاش خلى نهض بكفر الشيخ كمحافظة لأنها بتخدم على كذا محافظة أنها تقدر تبقى موقع استراتيجي طب هو بص على الرملة السودة دي ازاي احنا عندنا 101 كيلو متر رملة سودة فالرملة السودة دي بتنتج زي ما بقول لحضرتك 41 معدن غير الإشعاعي اخطبال حضرتك فهو بص عليها جبنا شركة استرالية دخلت معانا وجبنا شركة صينية دخلت معانا الشركة الاسترالية دخلت معانا في 80 فدان والشركة الصينية دخلت في 31 فدان طيب عشان خاطر نجمعهم مع بعض عملنا ايه؟ عملنا الشركة المصرية للربلة السوداء وفعلا احنا شغالين طيب الشركة ديت لما عملت في عشاش اتخذت تم عمل منازل بتكلفة 8 مليار جنيه للمتضررين وعمل تشغيل للمواطنين اللي موجودين في المكان للتكريج يعني هو الكركات العائمة اللي تاخد الرنة السوداء فده مشروع لازم نحط عينينا عليه بجانب بجانب اللي هو مشروع السروة السمكية ومشروع الطاقة الكهربية العملاقة اللي هي في البرولوس ايه تأثير المشروعات دي دوليا وإقليميا؟ طيب اولا نخليها إقليميا مبدأي؟ اه اولا انا لما بقول لحضرتك ان مشروع الرملة السوداء دوت هيجي بالنفع لأن كله بالنسبة للمفاعلات النووية اللي هي السلمية هيحتاج الرملة السوداء عشان ياخد منها الإشعاع هدي حاجة ديت عيدة على جمهورية مصر العربية طيب بالنسبة للاستزراع السمكي انا باخد اللي باكفيني كداخلي وبصدر الباقي طيب الطاقة الكهربية برضو باخد اللي يكفيني وبصدر الباقي زي مشروع الضبعة اللي احنا شغالين فيه ده برضو مشروع تنموي قوي مشروع تنموي ضخم اه وبالنسبة بقى للمشروع الأساسي اللي انا حب بتكلم فيه لانه لم يتدول إعلاميا كثيرا اللي هو مشروع التكسير الهيدروجيني للمزد قليل قليل الفايد عندنا مشروع في مصر مشروع ضخم وكبير مشروع مسترد تكرير البترول اه متبني الوضع ده ده مشروع مصر وافريقيا تمام كده؟ اقول لحضرتك حاجة اولا ما هو ده المشروع اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو التكسير الهيدروجيني ليه المادة اولا المشروع ده انا مش متخصص بس نتكلم عن الفائدة اللي هتعود منه على المواطن وعلى مصر بالكامل اولا الشركة المصرية للتكرير فيه شركة القاهرة للتكرير دي كانت مصفة بتعمل المزد وبعض المشتقات البترولية لما السيد الرئيس حبي المشروع ده كنا بنتكلم فيه من سنة 2005 لكن كان فيه معوقات كتير جدا طبعا كان فيه الربيع العربي وكان فيه طبعا صورتين بتوع مصر وكان فيه الكورونا ومع ذلك احنا ما سلمناش احنا السيد الرئيس خده على عاتقه ان هو هيعمله طيب المشروع ده عشان ينعمل واجيب من كوريا واليابان المعدات الضخمة دي لازم اماهد الطريق من المينة اللي جاية منها اللي هي مينة الادابية الى مينة الى مكان الانشاء المشروع فيه مسترد معنا اتصالها يا تفل استاذ ماهر ألو ألو مساعد نور أهلا مساعدة استاذ ماهر ازيك يا سيد الرشا تمام ربنا يخليك اتفضل احنا معي انا طبعا بحايل ذات المستشاردة عبدالعليم وبقول له منور الشاشة بس كنت عز افتر منه على حاجة بس اتفضل حضرتك بخصوص توسيعة طرق اللي هي عطارية دائري طرية دائري اللي هو من مزج من السلام للمحور ده الناس اللي هيتزال البيوت بتاعاتهم دول هياخدوا الشواء بتاعاتهم فيه او هيبقاليهم مكان شواء او نظامهم طيب احنا هنرد على حضرتك تحال وبتكلم على مشاريع الطرق مشاريع الطرق دلوقتي دي بنيا تحتية بتاعت مصر كانت من ضمن اولويات الرئيس هو اقام طرق كتير جدا طبعا فيه بيوت عشوائية كتير تأثرت بالموضوع ده لكن هو ما اهملش البيوت دي بصفة دي ما انا هرد عليه بس عشان بس ارجع سريعا للموضوعنا اولا سيد الرئيس في اخر توسعات على الدائري وكان فيه عمارات وخيمة عشوائية فهو عوضهم في مشروع الاسمرات يعني اداهم وحدات سكنية في مشروع الاسمرات وليل كان عايز يبني برا ادي له ماديات و ادي له اراضي يعني السيد الرئيس يعني ماسبش ماسبش المواطن يسأل ماسبش المواطن يقول انا انضرت من الدولة فيه غيره قبل كده كان بيهد من غير ما يعمل أي حاجة لكن السيد الرئيس لما جيه يتوسع بالطرق لأن ديها شرجان حياة الطرق دي شرجان حياة لمصر بالكامل والمشروعات التنموية فيه بيوت طلعت عشوائي أثناء الثورة الناس بنت بهمجية إيه اللي يعمله؟ إنه هو أعاد تغطيط البلد تاني إحنا كلنا حاسين بالفرق الشاسع بعد الطرق الجديدة أنا أقول لحضرتك هو أعاد تغطيط البلد تاني ده يعتبر بيخطط مصر من جديد يعني هو السيد الرئيس بيخطط مصر من جديد وده برضو مشروع تنموي يحسب للدولة ونرجع لموضوعنا في مشروع تكرير اللي تروح بصة فانا أولاً زي أقولت لحضرتك كده اللي كان المنتج الأساسي فيه شركة القاهرة كان بسيط ما بيكفيش لا جوة يعني ما بيكفيش الاستلاك الدفل فالسيد الرئيس المشروع كان نعرض عليه وخده على عاطقه وزلل كل الصعوبات كانت أصعب حاجة في الموضوع في المشروع دوت إنه هو هينقل المعدات الضخمة دي من كوريا واليابان لغاية مسترط إزاي وهو ليه اختار طب ما اختارش تنعمل الشركة ديت في مكان يعني صحراوي ليه؟ ليه؟ لأن فيه هنا مصفة لشركة القاهرة لتكرير البترون موجودة ما اضطرش أعمل واحدة جديدة وتكلفة جديدة اللي هو أقل قيمة فجيه هنا عمل زلل عمل توسعات للطرق عشان خاطر يجوه وكان مركز على من مين الأدبية لغاية مسترط مركز التوسعات في الطريق وإصلاحه في الاتجادة من مين الأدبية لمسترط طب جيه هنا إحنا عندنا اتنين شركاء خارجيين في وأساسيين في المشروع دوت قبل ما نتكلم على الشركة في مشروع مسترط هنستأذنك هنتلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية ورجعنا لكم تاني ونحب نهرف من حضرتك المشروع ده الشركات المساهمة في تنفيذ كلها شركات مصرية ولا عندنا شركاء أجانب؟ وزي ما قلت لحضرتك إحنا معنا شركاء أجانب اللي هي الكوريا واليابان وعندنا شركة القلعة ديت تعتبر الشركة الرئيسية وعندنا المصرية لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول وعندنا بعض الشركات اللي هي الخاصة يعني السيد الرئيس فتحها خلى الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والاستثمار الأجنبي هنا الاستثمار الأجنبي 86% من المشروع نسبة عليه وطبعا الشركات المصرية لها 31% فقط أما السيد الرئيس لما فتحها عشان قاطر يعمل التوسع في الهيكلة البترولية في مصر وطبعا بنشكر السيد وزير البترول اللي هو طريق الملة على التبنيه للمشروع لأن المشروع دوت مش هو الوحيد اللي بنأمل لأ عندنا مشروع زيه بالزبط فين؟ في أسيط يعني السيد الرئيس باصس على كل مكان في مصر ينأمل فيه مشروع تنموي كبير عشان خاطر يفتح مجالات للعمل يفتح مجالات لانتعاش الاقتصاد المصري بشكل عام الاستفادة اللي هترجع علينا بالمشروع ده بصفان احنا نقول هنا الطاقة الانتاجية للمشروع دوت أربعة وسبعة من عشر مليون طن في السنة وإحنا بنحتاج استهلاك قد إيه؟ احنا يعني ده يعتبر بالزبط نص بالنص كمسين في المائة والباقي بنستورده؟ والباقي بنستورده فتكرار المشاريع دي طبعا مع الوقت هتغنينا عن الاستيراد نهائي احنا بننكلم عن طاقة انتاجية لسه بقى مقسمناش الطاقة الانتاجية ديت لإيه؟ المزود دوت طالع منه إيه؟ عشان إيه؟ نعرف بس حجم الانتاج وحجم المشروع وحجم الاستفادة منه؟ لازم نعرف يعني هو أنا تكرير هو التكرير إيه؟ بيعمل لي إيه؟ بينتج لي بينتج لي سولار اتنين وتلاتة من عشرة مليون طن سولار بينتج اتنين وتلاتة من عشرة مليون طن سولار طيب وبينتج لي بنزين الدقيق بينتج لي ستمية وخمسين ألف طن بنزين متنوع اللي هو بنزين طائرات اللي يعني بنزين النفسات بنزين السيارات اللي هو خمسة وتسعين وتسعين وتمانين ونطبع لحضرتك ده بينتجه بينتج كام ستمية وخمسين ألف طن ونطبع لحضرتك طيب بيعمل لي إيه تاني؟ بيعمل لي كابريت مية ستة وتسعين طن في السنة بيعمل لي كابريت مية ستة وتسعين طن في السنة ده كله من المزيط منخفض الجودة اللي هو قليل القيمة عايزين بس توضح في عجالة كده مدى استفادة المواطن المصري من المشاريع دي احنا طبعا كلنا عانينا في فترات طويلة من أزمات البنزين والكلام ده كله المشاريع التنموية الكبرى دي هتخلي مصر عندها اكتفاء مستقبلا كتير جدا توضحها لنا؟ اوضح لحضرتك ونكتلم كلام يقبله المطلقي بسرعة أولا هل احنا في جائحة كورونا مش شفنا المشاريع اللي عملها السيد الرئيس اللي هي المليون ونص فدان والستمائة وخمسين ألف صوبة زراعية احنا كنا مستكفين لان ما كانش فيه لا استرات ولا تصدير صح؟ صح؟ والحاجة ما غليتش قوي زي ما غليت في بلاد أخرى العالم كله تأثر جدا بالشكل ده احنا تأثرنا برضو بس بشكل ضعي عملنا اكتفاء ذاتي بالكبامات ولا ما عملناش عملنا من المصانع بتاعتنا مثلا القوات المسلحة والمصانع القطاع الخاص طيب عملنا اكتفاء ذاتي من الكحليات والمنظفات ولا ما عملناش اللي هي المطهرات عملنا اكتفاء ذاتي وروحنا ساعدنا بلاد عظمى واكبر مننا ودنا لها الحاجات ودنا لها مساعدات طبية ومطهرات ومساعدات طبية زي الصين وإيطاليا وأمريكا نقول لحضرتك استفدنا ولا ما استفدناش لعشان كله بيبص لحاجة معيانة بولك انا جيبي لسه ما استفدش لا هتستفاد ما هو انت دلوقتي البنزين المفروض يغلق بلترات شهور البنزين ما غليش ليه المفروض يغلق في عشرة ما غليش ليه عشان انت عندك بقى ابتدى عندك يبقى الاشتراك بتاعك هو المواطن ابتدى فعلا يحس بالتأثير ده يعني احنا اخدنا فترة غلوه مستمر غلوه مستمر لكن احنا بقلنا فترة في وضع مستقر احنا في نهاية حلقتنا النهاردة بنشكر حضرتك جدا وبنقولك شرفتنا وبنتمنى لقاءات مزيد ومزيد نستفيد من معلومات حضرتك ملحقناش النهاردة نستفيد بالحلقة حلقتنا النهاردة الحلقة انا على المستوى الشخصي استفدت منها اتمنى يكون جمهورنا كمان استفاد من الحلقة بتاعتنا ومش مطلوب مننا اننا نسمعه بس لكن نفكر ونحلل اللي بيحصل قدامنا ونبقى على يقين ان في مشاريع حقيقية بتحصل وان مرضوطها الاقتصادية على كل المستويات ليه نتائج مبهرة حنحس بيها في الوقت الحالي وقدام شوية وحنحس بيها برضو على المدى البعيد بنتمنى دايما ان حلقتنا تكون حلقة مميزة ونالت رضاكم انتهت حلقتنا النهاردة لكن لم ينتهي الحوار شكرا في النهاية بنشكر ادارة قناة الصحة والجمال وكل القائمين عليها وكل الشكر والتأدير للكاتب الصحفي شريف شعبان صاحب فكرة البرنامج ومدير تحريره ونشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله شكرا